سؤال اليوم من وجهة نظرك مين هو أغبى بطل في سلسلة جي تي اي وقف المقطع وشاركنا في خانة التعليقات أولا يا أخوان كل عام انتم بخير ونعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وعيدكم مبارك ومن العايدين الفائزين الفائزين إيش بعدها يقولون يا أخوان نحشرتنا المهم كل عام انتم بخير يا أخوان عيدكم مبارك أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعا لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهاب طبعا في مقطع اليوم يا أخوان رح نستكمل سلسلة فضح الألعاب لكن بطريقة مختلفة واليوم المنافسة رح تكون ما بين أجزاء جي تي اي الخمسة وتحديدا رح نركز على نقطة هل فعلا أبطال سلسلة جي تي اي أذكياء ولا فعلا أغبياء مثل ما أشيع عنهم في الفترة الماضية فخلونا نخش سويا في المقطع طيب يا أخوان الفترة اللي راحت سمعت شائعات كثيرة تدور أنه أبطال سلسلة جي تي اي معظمهم أغبياء ويتصرفون بشكل غبي في مواقف معينة فحبيت أني أتأكد من هذا الأمر بنفسي وحبيت أني أجيبكم وأخذكم معايا في هذه التجربة الفريدة من نوعها فخلونا بسم الله نبدأ طبعا تركيزنا اليوم يا أخوان رح يكون على تحديات موجودة رح نوضعها للأبطال ورح نشوف كيف يتصرفون طبعا أولها هل الأبطال رح يقدرون يتفادون السقوط في الماء أو البحر في حال أنهم كانوا راكبين سيارة والسيارة على الحافة أولا خلونا نشوف جي تي اي 3 جي تي اي أخوان كلنا نعرف أن كلاود فيها لا يستطيع السباحة لذلك ماذا سيفعل في حال أننا حطينا باب السيارة للسائق باتجاه البحر إجابة السؤال في التالي كلاود يا أخوان نعم ما يعرف يسبح لكنه ذكي زي ما شفتوا يا أخوان كلاود لاحظ أنه باب السائق في له خطر عليه لو أنه طلع منه لذلك قرر أنه يطلع من باب الراكب بكل ذكاء و بكل حنكة برافو كلاود في هذه النقطة نروح لجي تي اي في سيتي وأيضا نفس الاختبار وكذلك زي ما تعرفون تومي فير سيتي ما يعرف يسبح لذلك كيف رح يكون تصرف تومي في هذا الموقف نعم يا أخوان زي ما شفتوا بحكم أنه ما في فرق كبير بين فترة إنتاج جي تي اي 3 و جي تي اي في سيتي رح تلاحظ أنه أيضا تومي فير سيتي سوى مثل كلاود طلع من الباب الآخر بكل ذكاء و بكل حنكة طيب تعالوا ننتقل لجي تي اي سان أندرياس وابغاك توقف الآن المقطع و تتوقع كيف رح يكون تصرف سي جي في هذا الموقف وقف و جاوب معنا في خانة التعليقات للأسف يا أخوان أكثر واحد كنا متأملين انه رح يطلع بردة فعل مميزة للأسف انه كان الأغبة زي ما شفتوا سي جي بكل غباء طلع من الباب أو باب السائق المواجه للموية أو البحر وفعلا سقط فيها زي ما شفنا فسؤال بسيط يا أخوان هل تتوقعون تصرف كلاود وتومي فير سيتي صار بهذا الشكل لأنهم ما يعرفون يسبحون عكس سي جي اللي يعرف يسبح ولا لا أبغاكم يعني تشاركوني في خانة التعليقات على هذه النقطة طيب نجي لجي تي اي فور وأيضا نفس الاختبار رح نطبق عليها علما بأنه نيكو بيليك يعرف يسبح وفع جدا جدا تمام نعم يا أخوان زي ما شفتوا رغم انه يسبح نيكو بيليك لكنه ما سوى نهائيا زي سي جاي وعرض نفسه للخطأ لا 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 خرج من الباب الثاني والباب الآمن مثل كلاود وتومي فير سيتي طبعا تصرف مثالي من شخصية مثالية تعالوا ننتقل لجي تي اي في وإيش التصرف اللي رح يسوونه الأبطال هناك نعم يا أخوان أيضا على نفس طريقة تومي وكلاود ونيكو فرانكلين رح يطلع من الباب الثاني والباب الآمن لذلك يا أخوان الاختبار الأول استنتجنا منه انه سي جاي هو الغبي ما بين الخمسة في هذه النقطة طيب ننتقل للاختبار الثاني وهو نفس الاختبار الأول لكن بإضافة سيارة أخرى تحجب الباب الآخر والباب الآمن زي ما تشوفون وبدءا بجي تي اي 3 هذا هو تصرف كلاود زي ما شفت يا أخوان صار له تليبورت على البحر وتقريبا طلع من الباب الخطير وبحكم انه ما يعرف يسبح لذلك مات مباشرة بمجرد ما طاع فمن وجهة نظركم يا أخوان هل اللي سواه كلاود تصرف سليم ولا خلاف ذلك أيضا يا أخوان جي تي اي فاي سيتي نفس ردة الفعل رح يطلع من الباب الخطير بتليبورت غريب جدا ورح يغرق تومي فرس سيتي مباشرة سيتي يا أخوان أيضا تصرفوا مثل تصرف الاثنين كلاود وتومي لكنه هو عكسهم هو يعرف يسبح لذلك تيكنيكلي سيتي تصرف تصرف صحيح نيكو رح يطلع ويفك الباب الخطير بيده ثم ينزل للبحر عشان يسبح فيه تقريبا نفس ردة فعل سي جاي لكن الحسنة الوحيدة أنه نيكو ما سوى تليبورت وانتقل انتقال غريب إلى البحر لا فك الباب بشكل جدا جدا طبيعي وطلع منه جي تي اي في أيضا نفس ردة الفعل بلا أي تغيير وبلا أي إضافة على جي تي اي فور لذلك من الاختبار الثاني نستنتج أنه الغبيين لهذا الاختبار هما نوعا ما كلاود وتومي فير سيتي لأنهم تصرفوا تصرف ما فادهم إطلاقا بل ضرهم عكس البقية الاختبار الثالث ايش رح تكون ردة الفعل إذا كان نفس الاختبار لكنه يعني مقعد السائق في لو أحد تعالوا نشوف سويا بدءا بجي تي اي 3 كلاود طلع من فوق البنت اللي كانت راكبة معاه بعدها البنت قررت إنها تطلع من السيارة وتعطيه يعني كف كذا تبطحوا على الأرض بشكل مريب جدا زي ما تشوفون لكنه نوعا ما كلاود يعني يعتبر تصرف التصرف الصحيح في هذه الحالة بينما جي تي اي فاي سيتي هي الأغرب تومي رح يطلع من خلالها ولا كأنها موجودة ولا كأنه صار شيء نهائيا طبعا تصرفين غريبة جدا من كلاود وتومي فير سيتي الاختبار الرابع والأخير كيف رح يتصرفون الأبطال في حال إنه كل البابين مغلقة كيف رح يتصرفون تعالوا نشوف سويا زي ما شفتوا يا أخوان تقريبا كل الأجزاء بكل الأبطال يسوون فيها تيلي بورت ويطلعون من السيارة بتيلي بورت وتنقل غريب زي ما شفنا بل إنه حتى الأجزاء المتقدمة والجديدة جي تي اي فور وجي تي اي فايف نفس الشيء إذا السيارة محشورة من الجهتين ومقفلين البابين الشخصية رح تسوي تيلي بورت ورح تطلع منها بتيلي بورت وانتقال مريب جدا وصراحة يا أخوان هذا التصرف كارثي وكارثة جدا والسقطة في تاريخ روكستار جيمز لأنه أمر غير مقبول تماما إليكم التصرف الصحيح في هذا الموقف في لعبة سليبينغ دوغز وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع لليوم وفيه شفنا يعني هل أبطال سلسلة جي تي اي فعلا أذكية ولا فعلا أغبيها والإجابة صراحة إنهم في النص شاركونا أراكم في خانة التعليقات على جميع النقاط اللي تكلمنا عنها وبعد ما شفتوا الاختبار تشوفون مين هو أذكى بطل طيب كي وصلنا معاكم لا يتمبطى لا تحبونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة